موسيقى هذا هو الحيوان المنوي كذلك البينية مهمة لأنك تعطي الفرد يمكنك اخطيطي لحيوان المنوي الرسم يكون مستغلل انظروا الحيوان المنوي من مقسم مقسم إلى 3 أجزاء الـثانس المنوي ثم خوزم ثم خوزم ثم قطعة المتوسطة غانية بالميتوكندريات ثم خوزم ثم خوزم ثم خوزم ثم خوزم خوزم نفس الميتو ثم خوزم خوزم ثم خوزم 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 ثم خوزم ثم خوزم مراحل إنتاج الحيوانات المنوية مقطع على مستوى الأموب المنوية فالدوائر هي خلايا الاصل الحيوانات المنوية هذه الخيوط هي عبارة عن حيوانات المنوية التي تتجمع لليمياغ في تجمع البيديدام هذا هو رسم تخطيطي لهذا الجزء ما نلاحظه؟ هناك الخلايا الأصل لحيوانات المنوية سوف نرى ما يوقع عليهم السلين دوسيرتوري كما يستخدمون لحيوانات المنوية لأنهم تتجمعونون لغيرة ويستخدمون كذلك النموذي لهم خلال البقاء في الوطوب ثم يوجدون هذه المكونات كما تتجمع الوطوب نظر في تجمع الوطوب معنافع الوطوب من الوطوب ان اظنوا عالية التقلير هناك فالسفرمات الجيود لما يجب ان يكون الناس سفرماتجميج حيث تقلقات الناس من تعرف ان يكون نحن كذلك من السفرمات الجيود تقلقه من السفرماتات الجيود يتبقى لديه عدد هائل من الحياوان المنوية إذاً لديه عدد هائل الحياوان المنوية بشكل مستمر دائماً تضغط الحياة تضغط مخزون الخلايا الأصل الحياوان المنوية ومخزون الذي لا ينفذ بمعنى كي لا ينفذ دائماً تكون لديه مستمر الجدار التوبسي منفا دائماً يتعرض لانقسامات لغير مباشرة يعطيني دائماً نفس النوع دي الخلايا وبالتالي نحافظ على الخزان دي الأصل الخلايا الأصل الحياوان المنوية هذه المرحلة جد مهمة ثم المرحلة الثانية كل الخلية من الخلية تعرض لانقسام فهي تمشي تضاد الحجم ديالها ثم تتعرض ثم تتعرض لانقسام أو الندج فالندج ستتعرض لانقسام جد مهم لانقسام الاختزالي لانقسام الاختزالي لانه لانه الخلايا الأولى تنائية الصغة السبغية لانه طروري الحمومين يجب احدى الصغة السبغية لانه البويضة امريكا نجمع الصغة السبغية هذا هو الأساس لانه التعرض ومعن تتعرض الغريتين الانقسامات اختزالية يعني يحتاجون عدد الكخوموزام وعدد الصغة السبغية نتقل من خلية ونائية الصغة السبغية إلى خلية وحدية الصغة السبغية سوف تكون معرفة القسام الاختزالي فهو القسام يعطيني 4 ديال الحيوانات المنوية 4 ديال الخلايا اللي يتحولون فيما بعد في لفاظ ديال ديفيرانسياشون الحيوانات المنوية سيكون أبلي اسبرماتيد في لفاظ ديال ديفيرانسياشون كيف توقعه؟ هذه الخلايا تكون دائرية الشكل وغير متحركة تحول إلى خلايا عندها وحدة ديل عندها رأس على هاد الشكل باش أنها تمكن من أنها تحرك وتوصل البويضة تكون بلا ديفيرانسياشون أو أنها تكون متميزة عن الخلية العادية لسبرماتوجينياز سدروا الانتخوزية بالصفصيال لبروليفيغاسيون دي سبرماتوجوني سليل جيرمينال سوش ديبلبيد يعني سخلايا الاسل سوش للحيوات المنوية و تتكون تنائيات سراس سبريا لاميوز أو نقصام اختزالي التي تكون في مرحلة ديالة ماتورة وكورة ديالة لسبرماتوجينياز دون 4 سبرماتوجينياز وكورة ديالة ديالة صفحتنا الدكتور سورة ديالة ونصف ديالة السبريا لنظر يجب أن يكون هناك تنظيم الإفراز والإنتاج الحياة المنوية كيف يتم تنظيم هذا التنظيم؟ سنلاحظ أن الجهاز السوري يتم تحكم فيه عن طريق الدماغ ما يسمى في الدماغ ما يسمى إيبوتالاموس إيبوفيزار هذا هو السيرفو دماغ سيرفولة المخيخ تحت المخيخ سيرفو سيرفو تحت المركب باللقس إيبوتالاموس إيبوفيزار أو ما يسمى بالوطاء والغودة النوخامية إيبوفيز إيبارة عن غودة صغيرة مرتبطة بالدماغ يعيش يعيش أمز لغودة adalah وهو أيضا الغودة ثلاثة ثلاثة ليس لغودة لغودة من أو ايضا فحيو الدولة جرت في ذلك لدينا مجدد لدينا المشكلة على الحكومة الأطفال كما تتطور جديد؟ المعافية المعافية مرتبط في ذلك أطفال شكل التي تجدون 1954 ومن الجوهن المعافية على النجوة هذه الدعوية محتوى الحسنين المنشطرين حمام الوحيد ووجدهم محتوى المنشطرين المنشطرين مكوتيات المنشطرين 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 truth فهو عبارة عن هورمون يتمو إفرازوه من طرف الوطاء يتمو بتنظيم عمل لغودة النوخامية كيف يكون هذا العمل ديال الزغمان ديال الإبوفيز الإبوفيز سيكرة دو زغمان أجسد على الوتوستيكل الـ LH و FSH سيزهرمان 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 غونادوستيمرين وغونادو تخوفي الـ LH سيزهرمان إبوفيزه كي أجسد على سليل انترستيسيال أو سليل دو ليدك دو تؤثر مباشرة الـ LH على الخلايا ليدك أو مثل ما بالخلايا البيفرجية المسؤولة عن إفرازوستيقون دوما الـ FSH تؤثر على هورمان إبوفيزه سيزهرمان سيزهرمان بشكل غير مباشر على إنتاج الحيوانات المنوية الإبوفيزه يتحكم في عمل الغدان الخامية حيث ذلك؟ لدينا السيكريسيون للـ GNRH انتظار الـ GNRH إبوساتيل يتحكم إفرازه بشكل غير مباشرة كي يكون لدي إفراز مدى ننتظر مدى و يتحكم إفراز موالي مع إفراز إفراز موالي وصنع صحيح المحاصر الدر الأمام المحاصر الثالثة يعطي المحاصر الثالثة يترجم المحاصر يترجم المحاصر يترجم الهاب بما أننا إفراز دير جنره فهوى نبادية فكذلك اله وفش غيكون نبادية لأنه جنره هو الكيت حكم فيهم ce qui montre qu'il y a une relation de causité entre les 3 sécrétions إفراز دير جنره يؤدي إلى رفع إفراز دير جنره وبالتالي رفع إفراز دير جنره علاقة سببية بين هات 3 إفرازات داكو إذاً التلخيص دير سيستمر بدون القطاع وهذا شي ماشي هو الحقيقة لأنه يتم إفراز ديال التوستوستغون بشكل منتظم إذاً بالتالي فمليك يوصل حجم ولا نسبة ولا تركيز التوستوستغون في الدم في واحد تركيز معين خسي توقف الإفراز حتى كي يتم استهلاك داك توستوستغون عاد من جديد يتم الإنتاج دياله راكم عارفين أنه توستوستغون فقط ماشي هوية غير هرمون جنسي وإنما الدور دياله فهو مهم جداً يستمر جاً لسلول ديال الورغان ديال الجسم كاملو يعني كي يقوم بتنشيط ديالها يقوم كذي بتنشيط العمل سكونابيل لنغون أو الخلايا العصابية كي يعون الجسم في حرق الدهون دونك عندو عمل جد مهم على مستوى الجسم ككل دونك فقط لا يقتصر على الدور تناسولي دونك كيف يتم هاد العمل دونك هاد الخلاصة هدي فهي جيد مهمة داكو ديز إكسبريانس من تركولاتيستوستغون إكزرس ون برمانانس أنفه موديغاتور ستورلاكس إبوتالامو إبوفيزار دونك رغم أن الإفراز ذي توستوستغون يكي تحكم فيه جن إرأش إلا أنه اللي كي وصل توستوستغون يعني واحد تركيز معين في الدم فكيعطي واحد الرد سلبي للمركب الوطاء الغدى النوخامي وبالتالي يتم متوقف عن الإفراز دونك سو ميكانيزم ديزين سولو النون دو فيدباك نيغاتيف ما يسمى برد فعل سلبي سكن أبل غيتخو كونتخول نيغاتيف أو غيتخو أكسيون نيغاتيف أسسور إنستابلتاد وسيكريشون دوستو السيغون وبالتالي كيكون عندي واحد تنظيم واحد الاستقرار في إفراز دوستسيرون توت أوس دوتو دوستسيرون برابور ووالور دوغيفرانس أسسانتوا لفريناج سور لأكس إبوتالاموس أو بيفيزار دونك ميلي كي تزيد عندي تركيز دوستسيرون في الدم كي تزيد عندي يعني إفريناج ce quان أبل كبح يعني عمل المركب ديالويتاء الغدنوخامي يسوى ميلي كي تزيد عندي يسوى ميلي كي تزيد عندي وهكذا يتمو تنظيم العملية ديالتوالد عند الرجول وهي إفراز هورمون تستسيرون وإنتاج الحيوانات المنوية دونك يتشكل يسوى ميلي كي تزيد عندي يسوى ميلي كي تزيد عندي على أسالة السيكرة دو FSH دو FSH كدليك يتيمو كبح الإفراز ديالو دكور دو كالي سيولد دو غنة دوتروف دوك ست ريكشن نيغатив اه بوربت دمانتونر دوكشن دي سپرماتوزويد دو كدليك دو كدليك دو كدليك دو كدليك إنتاج حيوانات منوية مليك تكون إنتاج ديالها يفوق الموعتاد هكذا يتيمو تنظيم كدليك إنتاج حيوانات منوية دو كنشكركم على تدبع ديالكم ونشوفكم في الدرس الثاني اللي هو تنظيم عملية التوالد عند المرأة شكرا على تدبع ديالكم وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله